موسيقى 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 المترجم للقناة 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 أبدي الأبدي أمين أمين المترجم للقناة أمين 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 من رسالة القديس بولوس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي وبارخ مور شبحوا المورد أشليحي وعلي الرحمة والعلمين آمين نسألكم أيها الإخوة أن تكرموا الذين يجهدون بينكم ويرعونكم في الرب وينصحونكم وأن تعظموا شأنهم بمنتهى المحبة من أجل عملهم عيشوا بسلام فيما بينكم ونناشدكم أيها الإخوة أن تنصحوا الذين يسيرون سيرة باطلة وتشددوا قليلي الهمة وتساندوا الضعفاء وتصبروا على جميع الناس احترسوا أن يجازي أحد شرا بشر بل ليطلب الخير دائما بعضكم لبعض واطلبوه لجميع الناس افرحوا دائما لا تكفوا عن الصلاة اشكروا على كل حال فتلك مشيئة الله لكم في المسيح يسوع لا تخمدوا الروح لا تزدروا النبوات بل اختبروا كل شيء وتمسكوا بالحسن اجتنبوا كل نوع للشر قدسكم إله السلام نفسه تقديسا تاما وحفظكم سالمين روحا ونفسا وجسدا لا ينالكم لوم في مجيء ربنا يسوع المسيح وبارخ مور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بارخ مور قم شافير عمشي اليوم دحلتو نخفوتو نصوتو نشمال اصبرتو دميلي حيوتو دو نجيليون قديشو دموران يشو عمشي حدمة قريب اشتركوا في القناة 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 بلوبنين. Excellences révérendissime, Monseigneur Gabriel Caché-Archevêque, nonce apostolique, nous voudrions vous exprimer du fond du cœur nos remerciements pour être parmi nous à célébrer cette fête de Saint-Ephraim, le patron de notre église syriac. à à au والأمهات رؤساء ورئيسات الرهبانيات حضرات الآباء الكهنة والإخوة الرهبان والرهبات والمؤمنين المباركين باسمكم أتوجه أولاً بكلمة شكر للرسميين الحاضرين معنا في هذا الاحتفال التي تقيمه كنيستنا السريانية في عيد شفيعها مار أفرام السرياني معالي الوزير ميشيل فرعون ممثل فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون ودولة الرئيس رئيس مجلس النواب نبيه بري ودولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري معالي الوزير بيير بوعاصي ممثل الدكتور سمير جعجة رئيس حزب القوات اللبنانية والنائب ستريدا جعجة أصحاب المعالي الوزراء والسادة النواب القيادات المدنية والعسكرية والمختارين ورجال الأمن أطلب أولا ملكوت الله وبره وهذا كله يزاد لكم كلمات سمعناها منذ قليل من موعظة الجبل كما يوردها الإنجلي متة في الإصحاح السادس هي أشبه بإيقونة حكمية أطلقها المعلم الإلهي كي يذكرنا بأولى الأولويات في حياتنا الإيمانية أي أن نرفع أعيننا وقلوبنا إلى العلا طالبين قبل كل شيء أن ينتشر ملكوت الآب السماوي في العالم أجمع وأن يتملك بر الله قلوب البشر وهذا شرط أساسي للنعم والخيرات الحقيقية كما يقول الرب في موعظة الجبل ذاتها حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك فنحن جميعنا مدعوون إلى أن نكنز لنا في السماء كنوزا روحية لا تفنه وهي سعادتنا الحقيقية حكمة تتخطى الزمان والمكان فالقلب يمكنه أن يضحيها سببا لسعادة الإنسان ولكننا غالبا ما نركض لاهثين وراء أكثر من سراب دنيوي نبحث عن كنوز زائلة تغرينا تكبل حريتنا وتستحوذ على قلبنا وتضيع الأولويات في حياتنا نشعر في قرارة نفوسنا أن لا شيء ولا أحد يقدر أن يملأ فراغ نفسنا سواه تعالى كما قال القديس غسطينوس نفسه وهو من القرن الرابع أيضاً خلقتنا لك يا رب وقلبنا لن يستريح حتى يستقر فيك بالرغم من خطايا البشر كبيرها وصغيرها وما سببته وتسببه من آلام أحياناً تفوق ما تجلبه الكوارث الطبيعة علينا أن نشكره ونحمده تعالى لأنه أهدان ولا يزال إخوة وأخوات لنا في الإنسانية والإيمان الواحد سعوا في حياتهم إلى طلب ملكوت الله وجدوا في الرب يسوع كنزهم الأوحد استقر قلبهم فيه فملأ حب يسوع قلبهم سعادة هم القديسون والقديسات الذين حلقوا في سماء الروح أضحوا مشاعر تضيء ظلمة حياتنا تحثنا على البحث عن الكنز الحقيقي الذي يروي ضماءنا الروحي ويسعد قلبنا عبر مسافات شاسعة من الزمل نعود إلى القرن الرابع الميلادي لنكتشف وجها مشرقا في تاريخ كنيستنا المشرقية وفي مسيرة البشرية الروحية هو مارفرام الذي تعيد له كنيستنا السوريانية في السبء الأول من الصوم الكبير فنتذكر حياته الزاهدة وتقشفه وقد كان أحد الآباء المشرقيين عاش في نصيبين شمال ما بين النهرين ومعه نرتل بيتا من أبياته عن الصوم كفنيت كموزة بنين دخيون توبعو وتكليت له إخليت ديشت والهو طوبو دانطير لسا يومي صمت مرارا لأن كياني طالبني فامتنعت عن الطعام كي أستحق الطوبة المعدة للصالحين مارفرام السورياني ابن نصيبين عرف التهجير أقله مرتين في حياته سلخ عن أرض آبائه وتهجر غربا إلى مدينة الرهى اليوم أورفا هربا من العداء الذين احتلوا مدينته وهذا النزوح القصري يذكرنا اليوم بشعبنا المسيحي وقد ذاق على مر العصور مرارة الطرد والتهجير والاتهاد وأكبر شاهد على ذلك هو حضور أبنائنا وبناتنا من النازحين العراقيين والسوريين كدليل واضح للمعاناة التي أمت بكنيستنا السوريانية في صيف 2014 كما نعرف فرض الإرهابيون التكفيريون على المسيحيين وبعض من المكونات الصغيرة الاقتلاء من أرض الآباء والأجداد في الموصل وسهلنا والعراق ونذكر أننا أيام بعد هذا الاقتلاء سيدنا البطرق الراعي وأنا وسيدنا بطرق لحام وبطرق أفرام توجهنا إلى هناك لكي نشارك في آلامهم ومعاناتهم ونحثهم على تجديد شعلة الإيمان ومنذ ستة أعوام ومن جراء حروب عبثية في سوريا لا يزال المسيحيون والكثير من الأبرياء يطردون من بيوتهم وأراضيهم سيما من مناطقنا في شمال شرق سوريا محافظة الحسكة دير الزور والرقة هؤلاء وأولئك جميعهم يعانون الأمرين لأن أفق المستقبل مظلم ومخيف أمامهم يتيهون سائحين في أراضٍ غريبة ينشدون وطناً يؤمن لهم ولأولادهم الحرية الدينية والكرامة الإنسانية كل ذلك يجري وللأسف الشديد على الملأ والمجتمع الدولي لا سيما بعض السياسيين ظلوا عاجزين عن إنهاء هذه الحروب والصراعات المسلحة لأسباب وغايات بعيدة كل البعد عن قيم الشرائع والمواثيق الدولية وبخاصة شرعة حقوق الإنسان أفرام الشماس أي الخادم خادم البيعة والمجتمع كرس نفسه لخدمة الجماعة الكنسية في نصيبين والرهة هذا القديس من شرقنا رفعه البابا بنيديكتوس الخامس عشر عام 1920 إلى ردبة ملفان الكنيسة الجامعة والملفان يعني بالسوريانية المعلم المعلم المسكوني الذي اشتهر في كنائس الشرق والغرب معا ويعتبر كمباقي الملافنة منهلا صافيا منه تستقى المعرفة الروحية وشرح الكتاب المقدس وعيش أسرار الخلاص أفرام الشاعر ولقد لقب بقثارة كنارة الروح القدس فطبع عصره ببصمات مواهبه الرائعة وخلد لنا تراثا شعريا لاهوتيا وكتابيا مميزا يعد مفخرة لكنائسنا الشرقية الأرامية إلى يومنا هذا به تفاخر كنيستنا السوريانية والكنائس الشرقية ذات التراث السورياني السوريانية المارونية والكلدانية والسوريانية الملنكارية في الهند كان مبدعا بشاعريته المميزة بالبساطة والعفوية والخيال فأتحفنا بالميامر أي القصائد بالمداريش أي الأناشيد والشرحات الكتابية والتقصية أضحط إرثا حضاريا ليس فقط للمشرق ولكن للعالم أجمع أفرام الشادي المريمي تولها بشخص العذراء مريم وايدة الإله وبدورها الفريد في تدبير خلاصنا انجذابه إلى التبحر في سر مريم حواء الثانية التي قبلت في أحشائها الطاهرة كلمة الله أطلق فيه مواهب إن شادية لا تزال كنائسنا تترنم بها وهو أول من أنشد ثلت يلضاد دمورو هالبتول تليد عجبا ويزداد افتخارنا بشادي القرن العشرين ابن نصيمين عندما نراه يخرق الععراف فيؤلف جوقة للفتيات والنساء ينشدنا الترانيم الشعبية العذبة تسبيحا لله وتكريما لوالدته الطباوية أفرام كان شاهدا لمعلمه الإلهي ليس فقط بالتأليف ولكن بعيش حياة تقوية يبذل فيها الغالي والرخيص من أجل إخوته وأخواته المعذبين لا سيما بعد اقتلاعهم من نصيبين عاش شهادة الإيمان بتبني قضايا شعبه العادلة قرن القول بالفعل جمع بين التقوى والتدرج في سلم الفضائل وبين العمل الرسولي الملتزم اختار الزهد والتكرس كي يستمد النعمة والقوة من علو ويشارك في معانة أهل زمانه تحمل أنواع الاضطهاد حتى الانسلاخ عن أرض الأجداد بتغربه في أورفا وضواحيها أعطانا المثل في التضحية والبذل إذ كان يفكر بأولئك المهجرين يعتني ليس فقط بالقريب ولكن أيضا بالآخر الغريب ولم يرضى بوصيته إلا أن يدفن في مقبرة الغرباء على مثال شفيع مارفيا في أفرام سعت كنيستنا السريانية أينما وجدت شرق دجلة وغرب الفرات في مشرق مشرقنا المتوسط كما في بلاد الانتشار رغم التشتت والاضطهاد والتهجير سعت وما زالت تسعى كي تبقى أمينة لدعوتها كنيسة رسولية ناشر حضارتها ذات الجذور الأرامية معطرفة شاهدة ومستشهدة حباً لمعلمها الإلهي كارزة حية لإنجيل المحبة والسلام لا سيامة الرجاء لأولادها النازحين والمقتلعين من أرضهم والموجودين هنا في لبنان وفي الأردن وفي تركيا وفي بلاد الانتشار في نظرة عامة وجولة أفق حول بلدان شرقنا الرازحة تحت وطأة الحروب والنزاعات نرى كم يشبه يومنا الحاضر الأمس القريب والبعيد فمن العراق إلى سوريا ومن الأراضي المقدسة إلى مصر بلادنا المشرقية تنزف دماً ودماراً وتنهار خراباً تدمع عيوننا وتتفطر قلوبنا عندما نعاين رغم أننا في الألفية الثالثة مجموعات إرهابية تكفر تذبح وتقتل وتهجر المواطنين الأبرياء لمجرد أنهم مختلفون عنها ديناً وطائفة نتذكر ما سمعنا من رسالة ماربولوس إن المؤمن الحقيقي هو الذي ينشر الخير حوله ويحب جميع الناس ليس فقط ذوي القربة أو الدين أو الطائفة ونحن مع ذلك نثق أن الله يوجد من المحنة خلاصاً لأنه المدبر والراعي الصالح يسهر على القطيع يشجعه للانطلاق دوماً في جدة الروح ويعيش الرجا نحن في هذا الوطن المحبوب والمميز لبنان نعتبر أنه واجب علينا كما على غيرنا من مختلف الطوائف كبيرة كانت أم صغيرة أن ندافع عنه وطناً حراً وطناً للجميع لجميع الطوائف وليس حكراً على طائفة أو دين ولكوننا قد عانينا الأمرين في مناطق أخرى من هذا الشرق من أجل حريتنا وكرامتنا سنظل نثمن النظام القائم في لبنان بالرغم من محدوديته نعتبره النظام الأكثر عدالةً حريةً وديمقراطية كما أننا مقتنعون مع جميع الأوفياء بأن هذا الوطن لبنان يبنى بشعبه ويزدهر بأبنائه وبناته المؤمنين به وطناً نهائياً للحرية للمشاركة التوافقية الحضارية وطن الرسالة للعالم أجمع ومن هنا نجدد مطالبتنا بإنصاف شعبنا السورياني في قانون الانتخابات النيابية ورفع الإقصاء والتهميش بتسميتنا أقليات ونحن مكون مؤسس للجمهورية اللبنانية على قلة عددنا وهذا ما اتفقنا عليه مع قداسة أخينا مار اغناتوس أفرام الثاني في الوثيقة التاريخية التي وقعناها وقدمناها للمسؤولين نضرع إليه تعالى كي يحمي لبنان من كل مكروه كي يجمع أبنائه وبناته بروح التوافق الحر والخلاق ويبارك البادرات الوطنية التي يسعى إلى تحقيقها فخامت رئيس البلاد العماد ميشيل عون مع الحكومة والنزيهين من ممثلي الشعب والمسؤولين بشفاعة أمنا الطباوية مريم العذراء سيدة لبنان وسلطانة السلام وبشفاعة مار أفرام السرياني الملفان وجميع القديسين والشهداء والشهدات الأبرار آمين وهنا أعتذر لأنني لم أذكر سعادة النائب السيدة جيلبيرت زوين الحاضرة بيننا من يتكلمين جبحت توديث هيدر خلاص رمر مطلب بطل آمين وإيهد وبخل ازبان نشو ناسيق إلى الرب الاله واب المنح الروحية لبني البشر المزين بالفضاء المار افرام الذي امن به وحفظ وصاياه فسكب عليه وملأه قوة وحكمة من الروح القدوس وافض في ذهن العلم الالهي المملوء روحا وحياة الصالح له المجد والإكرام والوقار هو شوى بخلزبان والعلم علمي أمين أرخ مور أمام رب الرحيم وأمام مسبحي الغافر وما دي تغضم الرعيب والمقدسة يضعبون الطبا والبقور فالنصلي كلنا طالبين الرحمة والرأفة من الروح أيها الرب الرحيم لرحمنا وساعدنا مرحمة أيها المسيح إلهنا يا قوة الآب وعزته وحكمته يا من بعلم الإله السابق وغير المدرك اختار المزين بالفضائل ماري أفرام الملفان ومن الوسانية نقله إلى الإيمان الحقيقي أنت أيها الرب الإله شدك ألسنة ضعيفة لنصف مزاياه الفائقة هذا المعلم والمختار ماري أفرام زينة الملافلة وفخرهم ومثال المتوحدين التاجر المجاهد الذي أدى إلى كرمه بالبوات المؤلفة ولم ينهب من بين طرقات العالم الشرير من نصوص القطيع الخمر الجديد الذي استمد رائحته ولونه من جنب الجنجنا وبشربه أروى الرجال والنساء فسبحوا الله بتهيب وخشوب المعين السافي الذي نبعت منه كل الأصوات وانتشرت في العالم وبأنشيده ييقظ الأرض كلها في نتأملا به فيا أبا الكنيسة المبجن الذي علم تلاميذه بحسب الوصية الخلاصية ببساطة القلب ورجحة العقل فاستطاع أن يكون حكيما كالحية ووديعا كالحماما الفصيح العجيب الذي اغتنى العلماء بمنطقه وبقدوته لقنا الناس التسبيح هو الذي كتب الألوف المؤلفة من الميامر والمداريش معلما الإيمان ومفسرا للكتب المقدسة ومثبتا العقائد ومتغينة فنيان للفضاء والآن نسألك يا رب بشفاعة صفيك ماري أفرام الملفان أن توحد أبنى كرستك وتثبت أركان بيعتك في أخطار مسكونة وتنعم عليها بالأمن والسلام وتشيد أبناها وبناتها بخدرتك الإلهية ليكون شهودا لك ويشف بنورك الإلهي أيها الآب والإبن والروح القدس لك المجد والشكر والتسبيح الآن وكل آوال وإلى أبد لابدي أمن وبركه شاينو شلمو الخلخو من اللون قابل حصو يتحو بشبكونو ضعطو إلى العلم المين قديش أبو قديش قديش برو قديش قديش روح حي قديش أبي فلقف حسناً والله صلي قائلي نؤمن بإله واحد نؤمن بإله أو حصو يتحو بشخص من مرور قديش قديش أبو قديش أبو قديش قديش لاحق 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 وللم أدو ويحد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اجعل يا رب ذكرا صالحا لأبائنا وأمهاتنا إخوتنا وأخواتنا وجميع الموت الممنين الذين سبقوا فرقدوا على رجائك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر روحك القدوس وأهلنا لندنوا من قدس أغداسك بقلب طاهر وضمير صالح وأنعم علينا بذلك السلام الذي منحه ابنك الوحيد تلاميذه القدسين حتى إذا ما تبادلنا السلام بقبلة مقدسة نؤدي الحمدة لنعمتك القادرة على كل شيء ولبنك الوحيد وإذا روحك القدوس الصالح والمحي والمساعي لك في الجوار أشرب خلزبان والعلم علمي آمين شلوم الخلقون والرقودين لنعطي السلام بعضنا بعض كل واحد منا لقريب بقبلة مقدسة وإلهي بمحبة ربنا وإلهنا أحدى لذلك يا ربنا وإلهنا أشرب خلز أشرب خلاز ك��هم لا لقريب أشرب خلز أع導 أشرب خلز أرسل ربي الوحيد أنت سيدي سلامي سيدي طهر فؤادي من صدى أمسي ما دم تصبح ربي أو أمسي فتعود له نقاوته وعليه تسم حيات العرس أنت الحنون وقلبك البحر وأنا اليماس وقلبي الصخر أنت الحنون وقلبي الصخر وقلبي الصخر وقلبي الصخر وقلبي الصخر معنا وبيننا أيام حياتنا كلها لنرفع عليك الحمد وإلى ابنك الوحيد وعليك القدوس الآن وكل آوال وإلى أبد الأبد آمين أجد أمامك يا ملك الملوك ورب الأربا ونطلب منك يا رب أن تبسط يمين أحنويك على أولاء المنحنين وعظمة جلالك رهيب وتبارك أغنم رأيتك المفتدات بدم ابنك الطاهر احفظها واصف عنها وقدسها واجعل لن يتلأ العالم حي على اسمك الحي فيعرف العدوان عليك المفتدات فنرفع عليك الحمد وعليك الوحيد وعليك القدوس الآن وكل آوال وإلى أبد الأبد آمين لنقف حسنا يا إخوتي بخوف وورع وطور وقداسة وحب وإيمان صادق ولتأمل بتقوى في هذه التقدم الرائبة والمقدسة التي يقربها أبونا التباوي عنا لله الأب رب الكل ذبيحتان حياتان رحمة وسلام ثبيحة وشكرا محبة الله الأب ونعمة لابن الوحيد وشركة الروح القدس وحلوله مع جميعكم ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر شفقون وضحتوه والحايدة العلم المل أخواته خاصة من موتر الحشم كاد مازل من حمره من مايه وقوده باريخ وقادش خادت عميني يا بنت الميذة وشيحك دمار سابشتا وميه كل خوم ونوحيثا وموتر دياتيك يحداته أوجه حلوف يكون وحلوف ساجية مثل شهد ومتيه شفقون وضحتوه والحايدة العلم المل اصنعوا هذا لذكري كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي حتى مجيئي موسيقى 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 اشتركوا في القناة وصعودك إلى السماء وجلوسك عن يمين عظمة الآب ومجيك الثاني المجيد لتدين الأحياء والأموات وتجازي برافة كل إنسان حسب أعماله بيعتك ورعيتك تناشدك لتبهجها معك في ملكتك وتبتهل بك ومعك إلى أبيك قائلتا ونحن أيضا يا رب حرفانا بجميلك نشكرك عن الكل ومن أجل الكل إياك نسابق إياك نبارق لك نزل جون ومنك نحن يوم بارك يا سيد ما أرهبها هذه الساعة وأهيب هذا الوقت يا حباه لأن الروح الكدس يرحضر مرفرفا على هذه الأخارستية ويقدسها فانتصروا بهدوء وخوف وصندوق اشتركوا في القناة موسيقى لتكون هذه أسر مقدسة لكل من يتناولها حياة وقيامة ومغفرة للخطايا وشفاء لنفسي والجسد وإنرة للعقل وتبريرا أمام عرش مسيك الرهيب ولا يبدن أحد من شعبك يا رب لكن أهلنا إذا معمنا وخدمنا أمامك بلعنى أيام حياتنا كلها لنتنعم بأسارك السماوية والخالدة والمحيات موسيقى 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 يا رب نصلي من أجل الرؤساء والمسؤولين المدنيين والعسكريين والسياسيين والساهرين على الشعوب لتثمر أعمالهم أمن وسلام وراحة واطمئنان بالحق والعد والمحبة والخدمة منك يا رب نطلب يا رب انشر سلامك وأمنك في المسكونة كلها وليحل عليها روحك الكدوس فيتقاصم أبناؤك في العالم كله لغة المحبة فيبنونا ملكوتك وتكمل مشيئتك منك يا رب نطلب يا رب نصلي من أجل الذين سبقونا إلى الحياة الثانية من أجل شهدائنا وشهيداتنا ومن أجل الذين خدموا في كنيستك والذين حافظوا على عائلتك والذين أرضوك وعملوا بمشيئتك أرحم في ملكوتك مع الأبرار والصديقين والقدسين منك يا رب نطلب 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 ونسكر الآن خاصة والدت الله مريم العذراء القديسة الدائمة البتولية والرسل الإلهيين والأنبياء القديسين مار أفرام ومار طباوي مار فلابيانوس ميخايل والشهداء الضافرين وجميع القديسين الذين أرضوك لتحفظنا صلواته متضرعاته من الشذير ونال الرحمة في العالمين كي يسبح بهذا كما في كل أمر ويمدح كثيرا اسمك الكريم والمبارك واسم ربنا يسوع المسيح وروحك القدوس الآن وكل أوانا وإلى أبد الآبدين لتكن مراحم الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح معكم إلى الأبد موسيقى 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 طيلة المراحة توسلني في النوم التعامل تدريه العلمي نسلود حياتنا ما بين يديك أيها رب الإله الرحيم ونسأل منك الرحمة أشفق يا صلى الله عليه وسلم أيها الحي والرب الكريم ياك نستود أنفسنا وبعضنا بعضا على رجاء الحياة الأبدية بالمسيح ونبتهي المتدرعين إليك يا رب لتشفق علينا وعلى شعبك المؤمن الماثل أمامك في غزارة حنانك أهلنا لنعدوك بثقة مرنمين أمامك في غزارة حنانك في غزارة حنانك في غزارة حنانك في غزارة حنانك في ما يكون موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اقصد يا رب يمينك غير المنظورة بارك هذا الجمع الساجد لك القابل جسدك المقدس ودمك الكريم غفرانا للذنوب وصفحا عن السيئات وإسفارا للوجه أمامك ربنا وإلانا إلى الأباء آمين تتكون مراحم الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح على حاملها ذي الأغداس على وهبها على متناولها تتكون مراحم الثالث الأغداس في العالمين إلى الأباء تتكون مراحم الثالث الأغداس في العالمين تتكون مراحم الثالث الأغداس في العالمين تتكون مراحم الثالث الأغداس في العالمين استثناء مراحم الثالث أصبح أولو نوعي إمري دالوهم أفق بتمي عامي من طاياي أخد من مصر إمري ساقي إيدي الكسوى وبحث بالحوت حبات مصر ألمون الحصح أرتاني دار أولو نقص أخد من مصر واخد من مصر إمري دار أخد من مصر أخد من مصر إلى مصر أخد من مصر لحظة عباد أخد من مصر موسيقى المجد لك ربنا وإلانا المجد لك يا ربنا يسوع المسيح لا يكن جسدك المقدس الذي أكلناه ودمك المبرر الذي شربناه لنا للدينونة بل لحياة الأبد وخلاصنا جميعا فارحمنا موسيقى 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 بعد أن تناولنا لنشكر الرب على نعمته نشكرك يا ربنا وإلانا شكرا واخرا ونفره بالجميع نشكرك اللهم يا رب الأجناد المقدسة لأنك أخلتنا على غير ثقاق منا للأسرار السماوية الخالدة أي جسد المسيح المحيي ودم الفادي فاشعلنا إذا أهل لقبولها حتى إذا ما قبلناها بقداسة وضمير طاهر الأيام كلها نتخوى لصم ما يرضي فنرفع عليك الحمد والشكر وإلى ابنك الوحيد وعيك القدوس الآن وكل آوان وإلى أبد الأبدي قامش دوم الخلقون قلوا مك أباد لنحن رؤوسنا للرغ أمامك يا ربنا وإلى أمامك اللهم يا من تنزل برافته وتواضع من أجلنا بوفرة نعمته ولطفه ومنحنا شركة أسرار المقدسة احفظ واختم عبيدك السجدين لك بيمينك الظافرة فنحفظ بلا ضرر بقداسة هذه الأسرار التي أخذناها واشعلنا لنعود إلى ذنس اللحم والدم فنتقوى بك ونرفع عليك الحمد وإلى أبيك وروحك القدوس الآن وكل آوان وإلى أبد الأبدي أمامك يا ربنا وإلى أبيك أمامك يا ربنا وإلى أبيك ترجمة نانسي قنقر موسيقى